طاقم حكام مباراة اليوم النهاردة المباراة هيدرها طاقم تحكيم الدولي بقيادة الحكم الدولي الكابتن محمد عادل مع مساعد أول الحكم الدولي المساعد محمود أبو الرجال المساعد الثاني الحكم المساعد الثاني سامي هلهل والحكم الرابع حكم الدرجة الأولى إبراهيم محمد وحكم تقنية الفار الكابتن محمود باسيوني ومساعد الفار الكابتن شريف عبدال دو الحكام مباراة النهاردة ولكن تعالوا النهاردة كده احنا عاملين حاجة جديدة بنتكلم على إحصائية رقمية على حكام مباراة النهاردة واحنا خلاص بنقترب من نهاية الدوري احنا النهاردة تلعب في الدوري حوالي 30 أسبوع ماتش الأهلي ومودرن سبورت ده مباراة مؤجلة من الجولة السبعتاشر فبنتكلم النهاردة بمباراة الأهلي ومودرن سبورت هيكون يعني بنتكلم في 30 مباراة في الدوري العام لأن النهاردة أكيد هيكون الأهل لخمسة وعشرين مباراة ولسه لي خمس مباراة مؤجلة ومودن سبورت هيوصل لتلاتين مباراة زي بقى فرق الدوري اللي وصلت لتلاتين مباراة ولكن لما نشوف حكم النهاردة كل حكم لقى كم مباراة وكل حكم أدار كم مباراة في الملعب وكم مباراة في الفار بصوا الأرقام دي ويمكن دي أرقام وإحصائية خاصة ببرنامج البريندي كابتن محمد عادل منذ بداية الموسيب حتى الآن تواجد فيه 18 مباراة في الدوري أدار كحكم ساحة 8 مباراة بس 8 مباراة فقط كحكم ساحة وعلى تقنية الفار كان 10 مباراة حكم فار محمود أبو الرجال 16 مباراة 12 مباراة كحكم مساعد في الملعب زي النهاردة كده وإيه فار 4 مباراة طيب نروح للكابتن سامي هلهل 11 16 مباراة إجمالا 11 مباراة كمساعد في الملعب وخمس مباراة إيه فار خمس مباراة إيه فار لأنه مساعد فبيبقى إيه فار زي زي أبو الرجال أبو الرجال 4 مباراة إيه فار وسامي هلهل 5 مباراة إيه فار فبالتالي أبو الرجال 16 مباراة وسامي هلهل 16 مباراة لتنين نفس عدد المباراة ولكن كل واحد بتفوق في جزئية عكس التاني تعالوا بقى عند الكابتن إبراهيم محمد وهنا أنا أطرح سؤال وأعمل مليون علامة استفهام تخيلوا الكابتن إبراهيم محمد حكم درجة أولى 29 مباراة في الدوري يعني النهاردة بالمباراة النهاردة هيبقى 30 مباراة يعني الرجل ده الحكم كابتن إبراهيم محمد مفيش أسبوع واحد قاعد في البيت مفيش أسبوع واحد قاعد في البيت عمل رقم قياسي غير طبيعي السنة دي في الدوري رغم أنه مش حكم دولي ههي الأسباب أنا مش عارف هل بيتم إعداده للقايمة الدولية برضو سؤال بس هيخش القايمة الدولية مكان مين هل ما كان إبراهيم نور الدين برضو مش قادر أعرف الأسباب هل في أسماء تانية هتبقى منافسة لإبراهيم محمد مش عارف ولكن الرقم ده أنا بقول لكم النهاردة إبراهيم محمد هو 29 مباراة بمطش النهاردة هيكون 30 مباراة التلاتين مباراة بقى توزيعتهم كانت إزاي 21 مباراة حكم رابع يعني النهاردة هي المباراة رقم 22 حكم رابع يعني الكابتن إبراهيم محمد متخصص كحكم رابع 22 مباراة رقم غريب جداً وكبير جداً مش عارف ليه طيب أدار كم مباراة في الملعب 8 مباراة ساحة يعني زيه زي محمد عادل اللي راح تصفيات كاس عالم وحكم في كاس الأمم ووصل لما راح النهائية في كاس الأمم ماشي محمود باسيوني 23 مباراة 10 مباراة حكم ساحة 13 مباراة حكم فار شريف عبدالله 13 مباراة في الدوري 12 مباراة حكم مساعد في الملعب والنهاردة هتكون تاني مباراة ليه أي فار يعني هو عندهم وراء واحدة أي فار النهاردة هيكون تاني مباراة ليه أي فار دي أرقام النهاردة بنستعرضها لعدد المباراة اللي قدرها حكام مباراة اليوم أو مباراة اليوم ما بين الأهلي ومدرن سبورت ارجعوا لي كده جماعة بعد ما استعرضنا الأرقام دي وسبنا الأرقام قدامكم على شاشة عشان يبقى فيها هدلالة والناس تبص كده على الأرقام وتشوف الفوارق ما بين الحكام في عدد المباراة محمد عادل اللي تصفيات كاس عالم وكاس أمم ومباراة نهائيات في دور أبطال إفريقيا والكونفيدرالية بعدد المباراة دي لما نبص لإبراهيم محمد بعدد المباراة دي أنا عايز أقول لكم أنا عندي إحصائية لكل حكام الدور السندي كل حكام الدور السندي وممكن الإحصائية رسمية ومعتمدة وجات لي من قلب اتحاد الكورة الحكام اللي كانوا في كاس الأمم وحكموا تصفيات كاس عالم في الفترة الأخيرة مباراةهم بالمقرنة بحكام الدرجة الأولى أقل بكتير وده يندل على شيء بدول اللي احنا داخلين على خناءة كبيرة جاية على القايمة الدولية لأن معيار من المعيار اللي ممكن يسم استخدامه لاختيارات القايمة الدولية عدد المباراة والتقييمات الفنية إبراهيم محمد 30 مباراة منهم 22 مباراة حكم رابع 8 مباراة في الملعب مليون علامة استفهام ليه وعشان إيه أكيد ده سؤال بنوجهه ليه اللجن